بلاي الرحمن الرحيم حياكم الله في هذا اللقاء والذي يعقد اليوم الخميس الموافق 16 بريل لسنة 2020 ويبث مباشرة من وزارة الصحة في دولة الكويت لقاء اليوم هو اللقاء التاسع الثلاثين والذي نلتقي به وإياكم في لقاءات تنوعت بين مؤتمر صحفي وبين مؤتمر إعلامي وما بين بيانات تصدر من قبل وزارة الصحة في سبيل كل ذلك في سبيل إطلاع الرأي العام على آخر المستجدات سواء كانت العالمية أو المحلية أو الأقليمية وذلك فيما يخص تطور ونشاط وانتشار فيروس سارس كوفتو والمسبب لمرض كوفيد 19 على أمل أن يكون هناك دراية بما يحيط بنا وتوعية ووقاية في سبيل احتواء هذا الانتشار لهذا الفيروس العزل الصحي والحجر الصحي هي مصطلحات طرأت على الصحة العامة وكانت جديدة على كثير منها خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلا وأنها من ممارسات الصحة العامة وتستخدم لوقف انتشار الأمراض المعدية أو الحدي منها حيث يساعد كل من العزل أو الحجر الصحي على حماية ووقاية المجتمع من العدوى وذلك عن طريق منع التعرض للأشخاص الذين قد يكون لهم مرض معدي وحتى نفرق بين العزل والحجر فالعزل يستخدم لفصل المرضى المصابين بمرض معدي عن الأشخاص الصحاء حيث يقيد العزل الحركة للأشخاص المصابين أما الحجر الصحي فهو لفصل وتقييد حركة الأشخاص الذين قد يتعرضون إلى مرض معدي لمعرفة ما إذا كانوا مرضى فهم حقيقة ليسوا بمرضى ولكن تعرضوا لمواقف تزيد من احتمالية إصابتهم للمرض إذن هذا الإجراء الوقائي والمتمثل في الحجر الصحي سواء كان منزلي أو المؤسسي هو من ممارسات الصحة العامة ووزارة الصحة تقوم بتطبيق هذا الإجراء للحد من تحركات الأفراد أو مخالطتهم لبقية أفراد المجتمع بهدف منع انتشار العدوى إذن الهدف هو منع انتشار العدوى ويطبق الحجر الصحي المنزلي الإلزامي في حق بعض الفئات كالمسافرين القادمين من المناطق التي تتزايد فيها عداد الإصابات ويطبق كذلك على الحالات المخالطة للحالات المصابة والتي تم تأكيدها مخبريا أو كلينكيا أو الاثنين معنا ثالثا يطبق في بعض الأحوال وكما هو مطبق في بعض الدول في حال الإصابات الخفيفة والتي تعتبر حالتها مستقرة والتي تعالي من عراض كذلك خفيفة رابعا قد يطبق الحجر الصحي على أي فئة ترى وزارة الصحة تطبيق الإجراءات عليها وفقا للتطورات الوبائية وحرصا كذلك على المصلحة العامة نحن ذكرنا المخالطين وأود أن أبين أن المخالط قد يكون مخالط لسيق أو مخالط عارض المخالط اللسيق يكون غالبا ساكن مع المصاب في نفس السكن أو مخالط يعني وجها لوجه في مسافة ما بين متر إلى مترين أو خالطه لمدة 15 دقيقة أثناء فترة العدوى أي أثناء فترة الإصابة أو قد يكون قضى فترة أكثر من ساعتين في نفس الغرفة أو بوسيلة نقل الجماعية أو حتى الطائرة لا سبع إذا كان في المقاعد المقربة من المصاب وقد يكون هذا المخالط اللسيق من مقدم الخدمة المباشرة للمصاب من متطلبات الحجر الصحي المنزلي هو أن تكون حالة الفرد مستقرة وأن تكون هناك غرفة للنوم منفصلة جيدة تهوية ويفضل أن تكون كذلك دورة مياه منفصلة عن بقية من يشاركه السكن كما أنه يجب بقى أفراد المنزل الآخرين بغرفة منفصلة عن غرفة الفرد والذي هو قيد الحجر الصحي المنزلي الأمر الآخر تحديد أفراد محددين لتقديم الخدمة لهم هناك حقيقة دور جدا حيوي وفعال من قبل مراكز الصحة الوقائية التابعة للمنطقة الصحية في متابعة الأشخاص الذين ينطبق عليهم الحجر الصحي المنزلي وذلك وفقا لمنطقة السكن حيث يتم حصر وتسجيل كافة البيانات للأفراد في المنزل في سجل مراقبة القادمين في مناطق عفوا من المناطق الموبوعة مع مل استمارة دخول للأفراد قيد الحجر الصحي كما يقوم الشخص قيد الحجر الصحي المنزلي بالتوقيع على إقرار وتعهد بإجراءات الحجر الصحي في المنزل الذي يقيم فيه خلال فترة الحجر من مهمات الفرق الوقائية كذلك متابعة الحالة الصحية لمن ينطبق في حقهم الحجر الصحي المنزلي لا سيما فيما لو بدت عليهم أي أعراض تذكر أو تنذر بالإصابة بعدوى كما يزود الفرد قيد الحجر الصحي المنزلي بكتاب يفيد بانتهاء فترة الحجر الصحي متى ما أتم هذه الفترة فترة الحجر الصحي سواء كانت المنزلي أو المؤسسي الآن ننتقل إلى أبرز المستجدات المحلية حيث بلغ مجموع الحالات التي أعلن شفاؤها عدد 225 حالة في دولة الكويت من الحالات التي كانت قد أصيبت بمرض كوفيد 19 وذلك بعدما أعلن مع الوزير الصحة الشيخ الدكتور باصر الصباح عن شفاء عدد 19 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية بالنسبة لمراكز الحجر الصحي فقد بلغ مجموع من أتم فترة الحجر الصحي في مراكز الحجر الموزعة في المناطق المختلفة في البلاد ومنذ يوم السبت الماضي وحتى اليوم عدد 2360 حالة وهذا يشمل من خرج خلال الـ 24 ساعة الماضية وعددهم بلغ 75 حالة طبعا على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوم في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي سواء للذين غادروا المؤسسات العلاجية أو لمن غادر مركز الحجر الصحي المؤسسي فيما يخص إحصائية اليوم وحول عدد الإصابات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة فقد تأكدت إصابة عدد 119 حالة بمرض كوفيد 19 والذي يسببه فيروس كورونا والمسمى بسارس كوف 2 الحالات المرتبطة بالسفر رصيدت أربع حالات حالتين لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة وحالتين لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر للولايات المتحدة الأمريكية وجميع الحالات الأربعة قادمة ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة منذ ثلاثة أسابيع حيث كانت تخضأ جميعها تحت الحجر الصحي المؤسسي أما الحالات المخالطة لحالات تأكدت إصابتها بمرض كوفيد 19 فقد بلغ عددها 102 حالة أربع حالات لمواطنين كويتيين و 68 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية و 12 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية و 6 حالات لمقيمين من الجنسية المصرية و 5 حالات لمقيمين من الجنسية الفلبينية و 3 حالات لمقيمين من الجنسية الأردنية و حالتين لمقيمين من الجنسية الباكستانية و حالة لمقيمين الجنسية النيبالية و حالة لمقيم من الجنسية السيرلانكية كما رصدت 13 حالة جديدة وهي قيد البحث عن أسباب العدوى و فحص المخالطين لهم حالة واحدة منها لمواطن كويتي و 7 حالات لمقيمين من الجنسية الهندية و 5 حالات لمقيمين من الجنسية المصرية كما تلاحظون قرابة 86% من حالات اليوم هي حالات مخالطة لحالات ثبتت إصابتها بالمرض و قرابة 11% من الحالات قيد البحث عن أسباب العدوى و 3% فقط من حالات اليوم مرتبطة بالسفر 3% مرتبطة بالسفر و بذلك يصبح مجموع عدد الحالات التي تأكدت إصابتها بمرض فيروس كورونا كوفيد 19 بدولة الكويت حتى الآن عدد 1524 حالة و أن الحالات التي اتشافت من مجموع هذه الحالات بلغ عددها 225 حالة إذن الحالات التي ما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة عبر الفرق المتخصصة و المعنية في مباشرة الحالات المصابة بمرض كوفيد 19 عددها 1296 حالة و خلال الـ 24 ساعة الماضية خلال الـ 24 ساعة الماضية حالتين خارجتها من العناية المركزة و جرى تحويلهما إلى الجناح فيما أدخل الثلاث حالات أخرى للعناية لذلك أصبح الآن العدد الكل للحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة من قبل الفرق المختصة 32 حالة 16 حالة منها مستقرة و 16 أخرى حرجة نسأل الله لهم جميعا الشفاء و اللطف بإذن الله بشكل أو بآخر ستنتهي هذه الأزمة ولا شك في ذلك لذلك علينا الإعداد للخروج بأقل الخسائر الممكنة يكون ذلك بالالتزام بكافة المعايير الوقائية حيث أن الإخلال في ذلك له كلفة لا تقتصر على الفرد فحسب و إنما على المجتمع بأسره حفظكم الله جميعا وسيجعل الله بعد عسري يسرى